سلام لبنائت و شاء الله كامل لكم بخير و ساحتكم على خير و يجب عليكم الفيديو هذا في أحسن الأحوال يا رب اليوم سأجدكم طريقة مقروط و مرمل كما ترونه يدوب في اليد قبل الفم يعني هذه وصفة ماما رب يحفظها ترون لبنائتكم لا نرح أن نصور لكن بعد أن نصور لكم اللقاطات المهمين التي تقدرون تعتمدهم و تستفيدون منهم هنا حبيبتي لأول مرة تروني قناتي معك غير تشتركي و تفعل الجرس بشكل يلحق كامل جديد إذا أعجبك الفيديو أعبز على هذا الجام و دعنا تعليق حلو كما نتعى بعد حبيبتي أعذروني بزيف لكن كل أفواتي اي راح الطال أنا ميكري بيا لكن قلت أن نشارك مع أحببتي هذا المقروط هذا المقروط ليس جيد كما رأيكم عارفين نضع فيه مكسارات كما رأيكم عارفين كما رأيكم عارفين لكن أنا لم أكن عندي ولو قدرت له غرش و جلجلين كما رأيكم ترى القاومة يهبل يهبل و يدوب قبل الفم و يرمل كما تحبوه تابعوا معي المقادر و طريقة تحصيل هنا باسم الله و ما عندي كما هذه الطاوة كما يقولونها الصيفية كما يلزبها ثلاث كيلة يكون متوسط كما رأيكم ترى و أضربت كيلة مقارين كما رأيكم أتلاحظوا معي و أضربت ملعقة فرينة هذا ما كان و أضربت الملح يعني الملح حسب الحاجة كما تحبوه و فرغت الكيلة هذي كما ترى كما ترى المقارين كنت ذوبتها و خليتها بردت شوية نخلط هذه المكونات كامل مع بعض نحاول ندخل هذه المقارين نحاول ندخلها كامل في الدقيقة ترى مقارين أو زبدة اي حاجة ملفين تعتمدوها انا ملفين استعملها بيل هنا نحاول نبسس كما ترى باللعجينة مبني الدية كما ترى و ندخل لهذا المقارين كامل هنا البنية بعد ما نبسسها كامل سوف نجعلها ترتاح لي للا كاملة في الثلاجة يعني نغطيها و نجعلها تريح لي للا كاملة هنا المقارين كامل و سهل مرة حاجة ما تخفى عليكم شوفوا لهنا البنية عندي هذه الكمية كما نقول لكم نخدم كامل المكونات نخلصهم الحبيت اللي عندي كامل نخدمهم الحبيت اللي يبقى بلي نديرهم معاكم شوفوا يبقات لي هذه الزغبة يعني انا نبل بشوية و نخدم هنا راح نبلها كغا بشوية كما راكم تشوفوا نبلها بياه و كنت خليت كامية قليلة من هذا الموش مبلول يعني كنت نحيت كامية هكذا حق واحد الست مغارف نحيتها و الكمية اللي بقعت لي بديت نشمخ فيها كما راكم تشوفوا والله نبل فيها بل ما كما راكم تشوفوا شوفوا اعطيوها حقها الكيفي كما راكم تشوفوا شوفوا راكم تطموا فيها وتلموا هذيك العجين تعكم كامل حتى تصدور القاوام اللي راكم حبين هذا القاوام اللي راكم حبيته اهنا راح نغطيها و خليها تشوفوا شوفوا هذه الكمية اللي خليتها و عندي الغرس بطبيعة الحياة كنت نقيته و بعجنته بشوية ماء شوية مزهر و درت له شوية قرفة و شوية طيب كما تحبوا انتوما يا بعده يعني اني قلتو ما تعمقتلكمش بزيفة الوصفة و كنت وزنت الحبي تبعي وزنت العجين تعي 35 قرام و 30 قرام كما تحب يعني انتوما دروها ما بين 35 قرام و 30 و الوزن الحجو 15 قرام عندي طابع هذا المقراط يعني شكل ما عنده طابع هذا لاني كون درس بها معاكم غريبية الكوكيو يعني اذا كنت نحط لكم الرابط اسفل الفيديو و تسحقوه يعني طابع هذا رام كيني بزيف طوابع يعني انتي ما حبيت تديري شوفوا هنا حلت العجينة تاعي و درت فيها الغرس تاعي كما كنت نشوفوا و كنت كعبرتها كما كنت نشوفوا و كنت ترمتها في هذه الكمية التي كنت خليتها من السميدة يعني شوفوا باش اجيني مراملة احنا الطابع نفتحه و نحط فيه هذه الحبة تاعي التي كنت اخدمتها كما كنت نشوفوا و نضغط عليها هكذا شوفوا يعني الطريقة رهي سهلة و كامل على بليت عارفوا تخدموا بهذا المول نحاول اني نخرج و نضغط عليها كما رأيكم و نضغط عليها كما رأيكم و حتى نأخذ لي هذك الشكل تاعي المول هنا البنت استمحوا لي شوية و الحس كما عارفون جاءنا ضييف يعني ما مش ضييف هذو كل جيش اللي يأتي في العطلة كما تعرفون كيف يشن يعني يجيوكم الولاد في العطلة ما يخليوكم شمرة الجيش الانكيشيري لسانسية نكمل في الوصفة هنا بعد ما كملتها و نضغط عليها و نضغط عليها كيف يشنون هنا سوف نضغط عليها و نضغط عليها و نضغط عليها نضغط عليها تمنحنا نضغط عليها كمية من الحشو 15 قرام يعني كنت تنقل بها تمنحنا و نحاول أن نضغط عليها تحضل لها كما تصدقوا نرمدها في هذا السميد اللي كنت خلطوا باش تجيني الحبة تعي مرملاك كما راكم تشوفوا ونديرها في الطابع تعي هنا اي طابع متوفر عندك استعمليه ديما نقولكم ما تتقيدوش بشأنين ندير ميسونسيتو ما هزوا الفكرة وهزوا الوصفة تقدرو ديروا اي طابع متوفر عندكم هنا ندخل الحبة تعي مليح ونحاول نخرج الطابع اللول هذا نخرجه وندخل الحبة ونضغط باش تخرجي الحبة تعي شافوا البنت نضغط على الحبة تعي باش يتشكل عندي الشكل تاع الطابع هذك اللي عندي شافوا نعود ندخله باش نخرج الحبة تعي هكذا ندخل هذك الطابع الفوقاني يخرج لي الحبة تعي وهناك نعود نحي فيها نسيزها بشوية بارك باش تخرج لي كاملة وتبقى محافظة على الشكل التاحه هنا شوفوا البنت انا نكملهم كامل بنفس الطريقة ونكون شاعد الفرن تاعي لدرجة 180 دخلهم يضيبهم من الأسفل وبعد شاعدهم يتحمروا من الفوق ونذهب نعسلهم يعني شوفوا اذا كانوا الحبة تعي باردين لحسل يكون دافي واذا كانوا صخونين لحسل تعي بارد هذه هي يعني انا مصورتكم شو المقطع هذا ونروح ونشوفوه مع بعض اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم قلت لكم يعني انا اعطيتكم يعني غل مقاطع الأهمية بارك اللي تحتاجوهم ليسونسيها الحبيبتي إذا اجبكم الفيديو متنسيوش تخلينا جيم للفيديو وكومونتير تقولنا وشاهكم في الوصفة وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفة قادمة سلام شكرا